استدعاء تونس لسفيرها من الرباط لتشاور ردا على بيان المغرب بشأن رفضه استقبال الرئيس التونسي قايس سعيد لزعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي في قصر قرتاش يره متابعون هنا ردا طبيعيا على ما يصفونه بتحامل الموقف المغربي على الدبلوماسية التونسية الملتزمة بالحياد إزاء ما يعرف بقضية الصحراء الغربية لا أظن أن هناك ستتعمق الأزمة أكثر من ذلك في حين أنه بيان وزارة الخارجية المغربي كان بيان متشنش جدا وجدا وجدا والمقلق حسب المعلومات المتوفرة حاليا هو ليس مشاركة الوفد الصحراوي في القمة بل هو استقبال رئيس الجمهورية للوفد الصحراوي وخاصة باستقبال رسب بروتوكولي في المقابل يصف دبلوماسيون تونسيون استقبال الرئيس سعيد لرئيس جبهة البوليزاريو في قصر قرتاش بالتهور الدبلوماسي الذي يمكن أن يفقد تونس صفة الوسيط المحايد لحل الخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية نعرف دقة الملف هذا منتع الصحراء الغربية ونعرف أن تونس بهذا التصرف حرمت نفسها من صيفة الوسيط بالحسنة بين الفرقاء اللي كان ديما هي تلعب والدور هذا يعني هذا على أهمية علاقتنا مع الجزائر الشقيقة جار جغرافي مباشر واستراتيجي وهنا في الداخل التونسي حذرت قوى سياسية من خطر أزمة دبلوماسية بين تونس والمغرب على اقتصاد البلاد وعلاقات تونس الخارجية بين الموقفين التونسي والمغربي بشأن استقبال رئيس جبهة البوليزاريو هنا تتصدع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويقدر متابعون أن رأب هذا التصدع يبقى مرهونا بوضوح الخيارات السياسية والدبلوماسية للرئيس سعيد في المرحلة المقبلة جلال موانع الحرة تونس اشتركوا في القناة